قضت المحكمة الدستورية في الكويت بإسقاط عضوية النائبين في مجلس الأمة جمعان الحربش ووليد الطبطباي وكانت المحكمة قد تلقت أخيرا طعنين يطالبان بعدم دستورية مادة في مجلس الأمة تم بموجبها التصويت على إبقاء عضوية النائبين ووليد الطبطباي وجمعان الحربش رغم صدور حكم قضائي نهائي وبات بحبسهما في قضية دخول مجلس الأمة انضم إلينا من الكويت المحامي والناشط علي العلي سيد علي مرحبا بك معنا في نشرة الرابع لعلي قبل الحديث عن ما أثاره هذا الخبر من جدل في الأوساط الكويتية أسأل عن إما كان القضاء قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس الأمة إن كان يعني ذلك فعليا نسقاط عضوية النائبين نعم طبعا اليوم أكدت المحكمة الدستورية بحكمها التاريخي بأن ما قام به أعظام مجلس الأمة بالتصويت على بقاء أو عدم بقاء أعظام مجلس الأمة السابقين الذين صدروا بحقهم أحكاما نهائية وباتة اليوم أكدت المحكمة بأن المادة 16 من اللائحة الداخلية هي غير دستورية وهذا فعلا هو انتصارا للقانون وأن هذه المادة تتعارض مع الكثير من مواد القانون اليوم عندنا احنا المادة 84 من الدستور الكويتي والتي تنص إذا فقد أحد الأعظام مجلس الأمة شرط مشروط العضوية يجب إعلان شقر مقاعدهم ويجب الدعوة إلى الانتخابات خلال شهرين أيضا عندنا المادة 16 من لائحة مجلس الأمة أيضا تنص نفس الشيء إذا صدر أمر أو حكم أو مثلا وفاء أو أي أمر لعدم استكمال عضوية عضو مجلس الأمة يجب إعلان شقر مقاعد هذا العضو والدعوة أيضا إلى الانتخابات عندنا أيضا المادة 50 من قانون الانتخابات والتي نصت بأن إذا فقد العضو أو النائب أحد شروط العضوية تسقط العضوية تلقائي فكان هذا التصويت يتعارض مع كل هذه القوانين والمادة 16 من اللائحة الداخلية يتعارض كل مع باقي مواد القانون اليوم البعض يقول بأن هناك مادة وهي المادة 50 من الدستور والتي تؤكد الفصل بين السلطات نعم نقول دولة الكويت تقوم على الفصل بين السلطات ولكن التصويت على عدم تطبيق القانون سنفصل هذه النقطة لكن أنا أريد فقط نحصل على إجابة واضحة وصريحة إن كان هذا القضاء من المحكمة الدستورية ببطلان المادة 16 هذا سيعني عمليا حرمان النائبين الحربش والطبطبائي من عضويتهما في المجلس هذا واضح وصريح أليس كذلك؟ نعم هي أساسا انتهت بعد الحكم يعني الآن لو يأتون من تركيا مكان تواجدهم وهم خارج الكويت يتم القال قبض عليهم ويجب أصلا تسليمهم إلى دولة الكويت وفق الاتفاقيات الانتربول الدولية ولكن الآن كيف رح يتم بقاءهم وهم عليهم حكم واجب النفاذ فهم يشقلون مقعدين على الفاضي يجب إعلان دعوة للانتخابات ولكن مع الأسف بعض النواب من باب الفزعة ومن باب أنهم زملاء قاموا بالتصويت على هذه المادة وهذه المادة لأول مرة منذ إنشاء مجلس الأمة يتم الحكم بعدم دستوريتها وهي فعلا تتوافق مع القانون ما رأيك في من انتقد هذا القرار قال بأنه غير موفق وقال بأنه حكم يتناقض مع توزيع الدستور إلى الاختصاصات بين السلطات ينال من استقلالية المجلس وسلطاتها أيضا بأحقيته بالنظر من إسقاط عضوية أعضائه من عدمها من قال بهذا الشيء هو يحترم رأيه ولكن يجب أن لا يكون الآراء حسب الأهواء الشخصية المحكمة الدستورية أبطلت الكثير سواء من الانتخابات أبطلت حتى بعض مراسيم ضرورة من ضمن مراسيم الأميرية أيضا تم أبطالها فبالتالي هي تنظر بروح القانون المادة 50 تغضي بالفصل بين السلطات ولكن بقاء النائب في هذا المكان ووجود حكم قضاء نهائي هو تدخل بأعمال السلطة القضائية وهذا ما جاء اليوم ضمن حيثيات الحكم بأن بقاء النائب بعد صدور حكم نهائي وبات هو تدخل في أعمال السلطة القضائية وكأن المجلس يحجب السلطة القضائية والجهات الحكومية بعدم تطبيق القانون وأكد أيضا في الحكم بأن أعطاء إضفاء يعني يعني خنقول العضوية والحصانة هي للمصلحة العامة فقط وليس للهروب من تطبيق القانون واضح شكرا جزيلا على هذه الإفادة من الكويت المحامي والناشطة علي العلي